أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس الجامعة الابتدائية أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اليوم الأستاذ محمد الشامي معلم اللغة العربية بمدارس الجامعة الأهلية بالخرج في عرض تقديمي للوظيفة النحوية جزم الأفعال المضارعة صحيح الآخر ومعتل الآخر والأفعال الخمسة للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني قبل عرض الفعل المضارع المجزوم أتوقع منك عزيزي الطالب حفظك الله في نهاية عرضنا اليوم أن تكون قادرا على معرفة حروف جزم الفعل المضارع تحديد نوع الفعل المضارع تمييز علامة إعراب الفعل المضارع حسب نوعه كتابة جمل تتضمن أفعال مضارعة مجزومة قبل الحديث عن الجزم أريد منك أن تتذكر حفظك الله الفعل المضارع المرفوع والمنصوب في البداية نتذكر الفعل المضارع المرفوع أستخرج الفعل المضارع في الجمل التالية ثم أعربه يقول المسلم الصدق فكر في الفعل المضارع أحسنت حفظك الله الفعل هنا يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يسعى الحاج بين الصفا والمروة أحسنت حفظك الله الفعل المضارع هنا يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر يدعو المسلم للخير أحسنت بارك الله فيك الفعل المضارع هنا هو يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل أتذكر أيضا الفعل المضارع المرفوع أستخرج الفعل المضارع في الجملة التالية ثم أعربه يقول يمشي المسلم في الخير أحسنت يمشي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل المسلمان يقولان الصدق الفعل المضارع هنا هو يقولان فعل من الأفعال الخمسة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل أتذكر حفظك الله الفعل المضارع المنصوب استخرج الفعل المضارع في الجمل التالية ثم أعربه احرص على أن تذاكر دروسك بإتقان بارك الله فيك الفعل هو تذاكر فيكون الإعراب كالتالي أن أداة نصب الفعل المضارع حرف مبني على السكون وتذاكر فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره المسلم لن يسعى في الشر لن حرف نفي أداة نصب الفعل المضارع يسعى فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر المسلم لن يمشي في الباطل لن حرف نفي أداة نصب الفعل المضارع يمشي فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهذا في باب تذكر آثرت أن أكون فضلت أن تكون ذلك لكي تتذكر في أي شيء نحن نراجع الفعل المضارع المنصوب وتستخرج الفعل المضارع في الجملة المسلم أيضا هذا تابع للنصب المسلم لن يدعو إلى الشر لن حرف نفي أداة نصب الفعل المضارع ويدعو فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن حرف نفي للمستقبل أداة نصب الفعل المضارع تنالوا فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه حذف النوني لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل هذا في باب تذكر الفعل المضارع المنصوب بعد هذه الجمل نقرأ الجملة التالية ذاكرا دروسكما كي تتفوق كي أداة نصب الفعل المضارع حرف تعليل تتفوق فعل مضارع منصوب بعد كي وعلامة نصبه حذف النوني لأنه من الأفعال الخمسة وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل وهذا في باب تذكر الفعل المضارع المنصوب إلى هنا نكون قد راجعنا على الفعل المضارع المنصوب والفعل المضارع المرفوع لنأتي إلى جزم الفعل المضارع جزم الفعل المضارع أقرأ الجمل التالية وأذكر الحرف الذي يسبق الفعل المضارع لا تهمل دروسك لتسعى في الخير المسلم لم يمشي في الباطل المسلم لم يدعو إلى الشر لتقولي الصدق لتذاكروا دروسكم انظر معي عزيزي الطالب إلى الفعل الأول لا تهمل أنا هنا أطلب منك عدم الإهمال فلا هنا لا ناهية درستها فيما سبق في أسلوب النهي في أسلوب النهي هذه لا ناهية طلبية طلبية أطلب منك عدم الإهمال فلا ناهية وتهمل هو الفعل المضارع المجزوم انظر إلى تسعى ويمشي ويدعو الفعل مكتوب كتابة صحيحة ولكن ينقص كل فعل حرف تسعى ينقصه الألف ويمشي ينقصه الياء ويدعو ينقصه الواو إذن فالجزم هنا أثر على الفعل بحذف الحرف العلة الألف والياء والواو من حروف العلة فالفعل المضارع المجزوم يجزم المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة وتقولي أصله تقولين مجزوم بحذف النون وتذاكروا أصله تذاكرون مجزوم أيضا بحذف النون لأنهما من الأفعال الخمسة الحروف التي أثرت في الأفعال المضارعة التي أتت بعدها هي لن ناهية ولام الأمر أدوات جزم الفعل المضارع هي لم ولن ناهية ولام الأمر لم تفيد حدوث نفي الفعل في الماضي المسلم لم يمشي في الماضي لم يمشي قلبة المعنى إلى الماضي في الباضي أما لن التي درسناها في نصب الفعل المضارع فهي تفيد النفي في المستقبل لم تفيد نفي حدوث الفعل في الزمن الماضي ولن ناهية كما وضحت أنا طلبية تفيد النهية ولام الأمر تفيد الأمر جزم الفعل المضارع أعرف الفعل المضارع في الجمل السابقة لا تهمل دروسك لا حرف جزم ونهية لا حرف جزم ونهية لا ناهية أداة جزم الفعل المضارع تهمل فعل مضارع مجزوم بعد لا ناهية وعلامة جزمه السكون انتبه رعاك الله انتبه حفظك الله في التفريق بين لا ناهية ولا نافية لا ناهية طلبية فيها طلب لا تهمل أطلب منك عدم الإهمال أما لا نافية خبرية تفيد الإخبار لا ناهية طلبية تفيد النهي والطلب مثال لا تهمل أداء الواجب أطلب منك عدم الإهمال في أداء الواجب أما لا نافية فهي خبرية تفيد الإخبار بالنفي مثال الطالب المجتهد لا يهمله هنا أخبرك بأن المجتهد لا يهمل أداء الواجب لا النافية تجزم الفعل المضارع أما لا النافية لا تؤثر على الفعل المضارع وهنا نتعلم عزيزي الطالب القراءة الصحيحة والضبط الصحيحة وفهم المعنى صحيحا حتى أفرق بين النهي والنفية الجملة التالية لتسعى في الخير لتسعى اللام لام الأمر أداة جزم الفعل المضارع وتسعى فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة فأصله تسعى معتل الآخر بالألف الجملة التالية المسلم لم يمشي في الباطل تجد أن أداة الجزم هي لم حرف جزم مبني على السكون أداة جزم الفعل المضارع يمشي فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة فيمشي ينقصه الياء الجملة التالية المسلم لم يدعو إلى الشر تجد أن أداة الجزم هي لم حرف جزم مبني على السكون أداة جزم الفعل المضارع ويدعو فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وحرف العلة المحذوف هنا هو الوا الجملة التالية لتقولي الصدق اللام لام الأمر لتقولي اللام لام الأمر أداة جزم الفعل المضارع وتقولي فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وياء المخاطبة ضمير مبني في محل رفع فاعل نتابع إعراب الجمل الجملة الأخيرة لتذاكروا دروسكم بإتقان تذاكروا فعل مضارع اللام لام الأمر أداة جزم الفعل المضارع تذاكر فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر وعلامة جزمه حذف النون أصله تذاكرون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل ماذا تستنتج حفظك الله أستنتج أن الجزم ما معنى الجزم؟ معنى الجزم قطع آخر الفعل لفظا قطع آخر الفعل لفظا بالسكون أو قطع جزء منه عند حذف حرف العلة أو حذف النون أستنتج أيضا أن الفعل المضارع الصحيح الآخر علامة جزمه السكون احذف كلمة الفتحة هذه علامة جزمه السكون الظاهرة على آخره الفعل المضارع المعتل الآخر علامة جزمه حذف حرف العلة الأفعال الخمسة علامة جزمها حذف النون إلى هنا نكون قد شرحنا الدرس هيا بنا عزيز الطالب لنفتح كتابنا صفحة 155 والنقرأ الأمثلة افتح معي الكتاب صفحة 155 لم يهمل صديقي حق الجوار فلا تنس جارك ولتساعدوه أنت وإخوتك عند حاجته إليكم بتأملك الأفعال المضللة باللون الأصفر تجد أنها أفعال مضارعة دخلت عليها بعض حروف الجزم المضللة باللون الأخضر وعلامات الجزم السكون للفعل الصحيح الآخر مثل يهمل وحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر مثل تنسى وحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة مثل تساعدوه نتذكر الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أضع الفعل يسرع في جملتين بحيث يكون في الأولى مرفوعا وفي الثانية منصوبا نقول في المرفوع يسرع السائق في قيادة السيارة يسرع هذا مرفوع نقول في المنصوب لن يسرع السائق في قيادة السيارة منصوب بعدلا يسرع منصوب بعدلا علامة الرفع الأصلية هي الضمة وعلامة النصب فكر أحسنت بارك الله فيك الفتحة لنرجع إلى الأمثلة في أول الدرس ونتأمل الجدول الآتي جزم الفعل المضارع يجزم الفعل المضارع بلم ولا الناهية ولا الأمر الفعل المضارع المجزوم في الجمل كان يهمل وتنسى وتساعدوه علامة جزم الفعل يهمل السكون وعلامة جزم الفعل تنسى حذف حرف العلة ينقصه الألف ركز الفعل تنسى ننقصه الألف وعلامة جزم الفعل تساعدوه أصله تساعدونه علامة جزمه حذف النون أتأمل الأمثلة مرة أخرى فأجد أن لم أفادت النهي النفية لم أفادت النفية وللن نهية أفادت النهية ولام الأمر أفادت الأمر وهو قلب المعنى إلى الأمر فإذا لن نهية تفيد النهية إذا كان النهي من أعلى من الوالد لابنه فيكون للنصح لا تقصر في أداء الواجب فيكون للنصح وإذا كان من الأقل إلى الأعلى منا نحن إلى الله عز وجل من العبد لله من الأقل إلى الأعلى فيكون الدعاء كما في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ثانيا أضع فعلا مضارعا في الفراغ الآتي وأضبطه بالشكل لا من غير استئذان لا تتكلم انظر إلى السكون على الميم لم أقصر في خدمة والدتي انظر السكون على حرف الراء لتسعى فعل مضارع الفعل تسعى فكر في أصله تجده تسعى فهو مجزوم بحذف حرف العلة أملأ الفراغ الآتي بحرف جزم مناسب وألاحظ المعنى الذي أفاده لا تقاطع متكلما أفاد النهي طلبية لا نهية لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد أيضا لا ناهية طلبية وهنا عزيز الطالب نتعلم القيمة ضمنية وهو عدم تأخير العمل إلى يوم غد فلابد أن ننجز أعمالنا مبكرا لتتعاونوا على لتعاونوا على مساعدة المحتاج لي لتتعاونوا اجعل اللام متصر بالتاء وهذه اللام هي لام الأمر خامسا ألاحظ وأجيب لا تسعى لا تسعى في النميمة ليدعو المسلم الله في اليسر والعسر لم يقضي لم يقضي القاضي إلا بالحق نلاحظ تجانس حركة حركة الفعل المضارع مع حرف العلة تسعى الفعل المضارع الحرف المحذوف هو الألف فتجانست الحركة فأتت الفتحة ويدعو الحرف المحذوف هو الواو فأتت الحركة لتناسب الواو وهي الضمة ويقضي الحرف المحذوف هو الياء وتناسبه الكسرة لتجانسه تفير الناقد في تعريف الجزم نقول جزم اللحم قطعه جزم الأمر قطع فيه قطعا لا عودة فيه أي حسمه نتعاون في أن أربط المعنى اللغوي لكلمة جزم وجزم الفعل المضارع جزم الفعل قطع أي نفي حدوثه أو الأمر حسم حدوثه وجزم الفعل قطع آخره لفظا بالسكون أو قطع جزء منه عند حذف حرف العلة أو حذف النون كما ذكرنا في الشرح الشرح طلب المعلم من فواز أن يمثل على لان ناهية بجملة مفيدة فأجاب بقوله محمد لا يكذب هل هنا هل هنا نهى لم ينهى فقال له المعلم إجابتك خاطئة يا فواز أجب يا صالح فقال صالح يا محمد لا تكذب فقال المعلم أحسنت يا صالح ما السبب نجد أن فواز قال محمد لا يكذب أخبرنا بلا نافية أن محمد لا يكذب أما صالح فتحدث مع محمد طالبا منه بلا ناهية فهي طلبية طالبا منه عدم الكذب فواز نفى الكذب عن محمد فأخبر عن محمد فلا في الجملة الأولى لا النافية وصالح طلب من محمد بأسلوب النهية فلا في الجملة الثانية لا النافية اعلم معي عزيزي الطالب كما ذكرنا في الشرح أن لا النافية تفيد الإخبار مثل أنا لا أهمل في مذاكرتي ولا النافية تفيد الطلب مثال لا تهمل مذاكرتك انظر معي إلى خريطة المفاهيم هذه ونستنتج القاعدة حروف الجسم هي لم ولا الناهية ولا م الأمر على ما تجزم الفعل المضارع السكون إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر ولم يكن من الأفعال الخمسة مثال لم أقصر في زيارة أقاربي حذف حرف العلة إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر ولم يكن من الأفعال الخمسة مثال لا تدعو مع الله إلها آخر حذف النون إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة لتساعد أصله تساعدين مجزون بحذف النون لتساعد في عمل الجمعية أطبق أملأ الجمع الجدول الآتية وفقا ما تعلمته قال الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الفعل المضارع هو تقل وحرف الجزم هو لا الناهية وعلامة الجزم هي السكون هي السكون لم ينم الطفل من الألم الفعل المضارع هو المجزوم هو ينم حرف الجزم لم علامة الجزم السكون لتحسن إلى جيرانك الفعل المضارع المجزوم هو تحسن حرف الجزم لام الأمر ولام الأمر تأتي متصلة بالفعل كما أمامك وكما طلبت منك في المثال أن تجعلها متصلة بالفعل علامة الجزم السكون من لم يرعى والده المسنة لم يجد من يرعاه إذا كبر الفعل المضارع المجزوم يرعى حرف الجزم لم علامة الجزم حذف حرف العلة قالت أمي لا ترمي قشر الموز على الأرض وهنا نتعلم النظافة قيمة ضمنية في أن نضع القمامة في سلة المهملات ترمي ترمي هو الفعل المضارع المجزوم حرف الجزم لا ناهية علامة الجزم حذف حرف العلة ليعطي ليعطي زيد المحتاج حاجته ما دام قادرا الفعل المضارع المجزوم يعطي حرف الجزم لام الأمر علامة الجزم حذف حرف العلة لا تقطعوا أرحامكم وصلوها ولو برسائل الجوال الفعل المضارع المجزوم هو تقطع حرف الجزم لا ناهية علامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة لتكتب الدرس نعود إلى الفعل تقطع هو فعل من الأفعال الخمسة متصل بواوي الجماعة لتكتب الدرس الفعل المضارع المجزوم تكتب علامة الجزم لام الأمر حرف الجزم لام الأمر علامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة الفعل تكتب متصل بياء المخاطبة الوالدان لم يقصر في توجيه أبنائهما يقصر هو الفعل المضارع المجزوم متصلا بألف الاثنين حرف الجزم لم علامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ثانيا أقرأ الأمثلة الآتية ثم أملأ الجدول وفق المطلوب لنرعى كبار السني نجد أن الفعل المضارع المجزوم هو نرعى نوعه معتل الآخر نوعه معتل الآخر أصده نرعى كتبتها بين قوسين حتى تعرف الحرف المحذوف حرف الجزم لام الأمر علامة الجزم حذف حرف العلة الدولة لم تقصر أبدا في رعاية المسنين تجد أن الفعل المضارع المجزوم هو تقصر ونوعه صحيح الآخر انظر إلى السكون حرف الجزم لم وعلامة الجزم السكون لا تدعو أحدا إلى منزلكم إلا بعد أن تستشير والديك تجد أن الفعل المضارع المجزوم تدعو معتل الآخر وكتبته بين قوسين حتى تعرف الحرف المحذوف وهو الواو أصله تدعو حرف الجزم لن ناهية علامة الجزم حذف حرف العلة إذا أردتم مد جسور المحبة فلتسلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا تجد أن الفعل المضارع المجزوم هو تسلموا من الأفعال الخمسة أصله تسلمون فهو حرف الجزم هنا لام الأمر وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وأيضا في الجملة فعل آخر هو تعرفوا فعل من الآخر آخر فعل في الجملة نوعه من الأفعال الخمسة أصله تعرفون حرف الجزم لم علامة الجزم حذف النون فالنون غير موجودة الجملة الأخيرة من أراد أن يكسب القلوب فليتقرب إلى من بيده هذه القلوب سبحانه الله عز وجل الفعل المضارع المجزوم يتقرب نوعه صحيح الآخر حرف الجزم لام الأمر علامة الجزم السكون ثالثا أقرأ الأفعال الآتية ثم أضع كل منها في جملة مفيدة بحيث تكون مسبوقة بأحد أحرف الجزم اعلم حظظك الله أن أي جملة تصوغها صحيحة تركيبا نحويا هي صحيحة و كان مني تقديم هذه الجمل الجملة الأولى الفعل الأول تتصدقين نقول لتتصدقي على الفقراء والمحتاجين الفعل الثاني يعطي عند جزمه احذف الياء فنقول لتعطي المحتاج صدقة الفعل الثالث يبتسم يجزم بالسكون ليبتسم المسلم عند مقابلة أخاه الفعل يزورون من الأفعال الخمسة عند جزمه نحذف النون ونضع ألفا فنقول أفراد العائلة لم يزوروا بعضهم منذ فترة طويلة الفعل الأخير يكرماني هو من الأفعال الخمسة أيضا عند جزمه نحذف النون فنقول البخيلاني لم يكرم ضيفهما انتبه رعاك الله إلى علامات الجزم في تتصدقين حذفنا النون ويزورون ويكرماني حذفنا النون في يعطي حذفنا الياء مجزون بحذف حرف العلة ويبتسم وضعنا السكون والعلامات موجودة أمامك فإذا طلب منك سؤال في الاختبار أن تجزم فعلا مرفوعا فطبق كما أمامك أتعلم وأتسلى نرشح من كل مجموعة طالبا يحول الأفعال الماضية الآتية امتنع سوف يكون المضارع منه يمتنع فحص يفحص أنفقوا ينفقون سعى يسعى إلى فعل مضارع ثم يوضع في جملة بحيث يكون مرة مرفوعة مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجزوما في جمل من إنشائك الفعل الماضي امتنع المضارع منه يمتنع المرفوع يمتنع الطفل عن شرب الدواء المنصوب لن يمتنع لن يمتنع الطفل عن شرب الدواء المجزوم لا تمتنع عن شرب الدواء الفعل الماضي فعص المضارع يفحص الفعل المرفوع يفحص الطبيب المرضى المنصوب لن يفحص الطبيب المرضى المجزوم ليفحص الطبيب المرضى الفعل المضارع أنفقوا الفعل الماضي أنفقوا المضارع منه ينفقون المرفوع المسلمون ينفقون أموالهم المنصوب البخلاء لن ينفقوا على الفقراء المجزوم لتنفقوا على الفقراء الفعل الماضي سعى المضارع منه يسعى المرفوع الجملة مرفوعا نقول يسعى المسلم في الخير المنصوب لن يسعى المسلم في الشر المجزوم لتسعى في الخير الجمل طويلة سوف أقلب الشريحة وأعد المقطع مرة أخرى واكتب الجمل في كتابك حفظك الله أستفيد من النموذج المعرب لم يخلف المسلم الوعدى وكما قلنا في النصب الإعراب مهم جدا لم يخلف المسلم الوعدى لم حرف جزم مبني على السكون يخلف فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون أين السكون؟ حرك الفعل بالكسر حتى لا يلتقي يتوالى ساكنان كما ذكرنا من قبل في اللغة العربية لا يلتقي ساكنان أبدا والفعل لا يجر يا بطل حفظك الله فإذا رأيت الفعل تحته كسرة اعلم أنه مجزوم اعلم أنه مجزوم إذا رأيت الفعل آخره كسرة اعلم أن هذا الفعل مجزوم بالسكون أو حثف حرف العلة المسلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تذكر جيدا الفعل لا يجر الوعدى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لتعدي الطعام اللام أحسنت حفظك الله لام الأمر حرف جزم تعد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه بعد لام الأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الطعام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أعرب ما يأتي لا تسعى في النميمة الإعراب مهم جدا يا بطل لا نهية حرف جزم الفعل المضارع تسعى فعل مضارع مجزوم بعد لن نهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة في ممتاز حرف جر النميمة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لم أرمي الطعام على الأرض لن أرمي الطعام على الأرض لم أدت جزم ولن أدت نصب لم ولن كلاهما يفيدان النفي إذا تذكرت جيدا معنى لن الذي ذكرناه في نصب الفعل المضارع سوف تستطيع المقارنة بينهما باستخدام مخطط ذن لم ولن أوجه الاختلاف وأوجه الاتفاق بينهما لم تنفي حدوث الفعل في الماضي لن تنفي حدوث الفعل في المستقبل هما يتفقان أنهما للنفي أن كلاهما للنفي أعطيك مساحة للوقت وإذا لم تستطع الكتابة عد مرة أخرى إلى المقطع واكتب الإجابة في كتابك حفظك الله الواجب المنزلي أولا أقرأ القطعة الآتية بتأنن ثم أملأ الجدول وفق المطلوب ولدي الحبيب عبد الإلهي أرجو أن لا تغضب إذا أثقلت عليك بالنصائح فأنت ما زلت في عمر الزهور لم تتعلم كثيرا من الأمور ولم تتلقى الكثير من العلوم التي تنفعك في حياتك بني لا تتأفف من انشغال بالي عليك بالي أي فكري وتفكيري لا تتأفف من انشغال بالي عليك فغارس الشجرة أحرص الناس على أن تنمو وتثمرا والألحظ منك وال وال والألحظ منك انتبه إلى القراءة والألحظ منك ومن إخوتك بالإصغاء لما أقول لتؤمنوا بالله العلي القدير ولتعظموه في أقوالكم وأفعالكم ولتحترموا آباءكم وأمكم كي تنالوا رضا ربكم ولا تتكبروا على من هو أقل منكم منزلة التواضع نتعلم قيمة ضمنية وهي التواضع من تواضع لله رفعه لا تكذبوا في أقوالكم ولتصدقوا مع الناس جميعا نستخرج حروف الجزم الإجابة طويلة سوف أعرض الإجابة حفظك الله وكما ذكرت سابقا عد مرة أخرى إلى المقطع واكتب الإجابة ولا تستعجل لا تستعجل أكتب بتأنن حفظك الله تجد أن حرف الجزم في الأول هو لم الفعل المضارع المجزوم تتعلم علامة الجزم السكون حرف الجزم الثاني هو لم الفعل المضارع المجزوم تتلقى الألف المهذوفة حذف حرف العلة علامة الجزم الفعل المضارع الثالث هو لا تتأفف حرف الجزم لا ناهية الفعل المضارع المجزوم تتأفف علامة الجزم السكون الفعل الذي يليه هو والألحظة حرف الجزم لام الأمر والأحظة والأحظة حرف الجزم لام الأمر الفعل المضارع المجزوم أحظة علامة الجزم حذف حرف العلة الفعله الفعل الذي يليه لتؤمنوا بالله ومثله أيضا ولتعظموه ولتعظموه كلاهما حرف الجزم لام الأمر الفعل المضارع المجزوم تؤمنوا والفعل المضارع المجزوم التالي تعظموه علامة الجزم حذف النون في كلا الفعلين فتؤمنوا أصله تؤمنون وتعظموه أصله تعظمونه الفعل الذي يليهما هو لتحترموا ومثله أيضا ولا تتكبروا حرف الجزم لتحترموا حرف الجزم لام الأمر الفعل المضارع المجزوم تحترموا علامة الجزم حذف النون لا تتكبروا حرف الجزم لا لا الناهية الفعل المضارع المجزوم تتكبروا علامة الجزم حذف النون يليهما لا تكذبوا حرف الجزم لا لا الناهية الفعل المضارع المجزوم تكذبوا علامة الجزم حذف النون يليهما ولتصدقوا حرف الجزم لام الأمر الفعل المضارع المجزوم تصدقوا علامة الجزم حذف النون هنا عزيز الطالب هذه النصائح نصائح غالية الإيمان بالله تعظيم الله في القول والفعل والخوف من الله باجتناب المعاصي و فعل الطاعات وتفعل الطاعات ولتحترموا أباكم طاعة الوالدين حتى تنالوا رضا الله عدم التكبر على الناس التواضع عدم الكذب الصدق في كل أفعالنا هنا سوف نثري الإجابة الجزء الذي يلي هذه الإجابة ليس للجزم ولكنه للنص وردت ثلاثة أفعال منصوبة في القطعة هي الفعل المضارع تغضب وتنمو وتنالوا الفعل المضارع تغضب منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهذه مراجعة على النص الفعل المضارع تنمو منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الفعل المضارع تنالوا منصوب بعد كي وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ثانيا أملأ كل فراغ بحرف جزم مناسب وأغير ما يلزم تغييره بإعادة كتابة الفعل أيضا الإجابات طويلة حفظك الله عد إلى المقطع بعد نهاية الشرح نقول لتصنع انظر إلى اللامة التي سوف تظهر والسكون على العين انظر إلى السكون على العين وأداة الجزم هي لام الأمر ركز في الحركات التي تظهر أمامك لا تنظر انظر إلى السكون أتت سكون على الراء لا تنتظر الجزاء لا النهية الباء في تطلب ليس عليها حركة انظر لا تطلب السكون على الباء هي لان نهية أداة الجزم الفعل تفي عندك في الكتاب مكتوب بالياء أنا وضعت خط عليه لأنه سوف يكون مجزوما بحذف حرف العلة لتفي الفعل لتفي معتل الآخر فعند جزمه بعد لام الأمر يجزم بحذف حرف العلة فيصير لتفي ستكون هذه كتابته الصحيحة آخر كلمة كتبتها لا ترفع السكون على ترفع لان نهية أداة الجزم أضع من ذاكرتي فعلا مضارعا مكانا نقط فيما يأتي وأضبطه بالشكل لا تتكلم مجزوما بالسكون بعد لان نهية لا تؤذي مجزوما بحذف حرف العلة الفعل تؤذي معتل الآخر فعند جزمه بعد لان نهية يجزم بحذف حرف العلة لم أهمل مجزوما بالسكون بعد لم لتطع أباك الفعل تطع أصله تطيع معتل الوصب بالياء فعند جزمه بعد لام الأمر يجزم بالسكون وتحذف الياء لعدم التقاء الساكنين كما علمنا في سؤال الإعراب أجعل الفعل المنفيا بلم إذن أحوله من ماضي إلى مضارع في الجمل الآتية وأضبطه بالشكل ما بخل غني كريم بماله على الفقراء نقول لم يبخل غني كريم بماله على الفقراء ما رأيت جدتي قط إلا مبتسمة حفظها الله ما رأيت عند تحويل رأيت سيكون أرى آخره ألف مقصورة وعند جزمه نحذف الألف فيكون لم أرى انظر إلى أرى أقرأه أرى ولا أكتب الألف لم أرى جدتي قط إلا مبتسمة الفعل رأى معتل الآخر فعند جزمه بعد لم يجزم بحث حرف العلة فيكون لم أرى ما تركت زيارة أقاربي لم أترك زيارة أقاربي في كل مناسبة مجزوم بالسكون خامسا ماذا أقول لو أردت أن أنهى أخي عما أستخدم عما يأتي سأستخدم في هذه الجمل كلها لا النهية في أسلوب النهية التضجر من أوامر الوالدين لا تتضجر من أوامر والديك أقول له لا تتضجر من أوامر والديك مقاطعة المتحدث أثناء حديثه أقول لأخي لا تقاطع المتحدث أثناء حديثه انظر إلى حركة الأفعال حفظك الله السكون تتضجر السكون على الرأى والسكون على العين في تقاطع معاملة الخدم بغلظة لا تعامل الخدم بغلظة انظر السكون على اللام في تعامل أطلب من أخي القيام بما يأتي باستخدام لام الأمر الإحسان إلى الفقراء أقول لتحسن إلى الفقراء السلام على من يعرف ومن لا يعرف أقول لتسلم على من تعرف ومن لا تعرف انظر إلى السكون على آخر الأفعال حركة السكون صلة الرحم أقول له لتصل رحمك أو لتصل الرحمة وإلى هنا عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية شرحنا وإجابتنا على أسئلة الكتاب المدرسي أسأل الله عز وجل أن يوفقكم بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته